اهلا بيكون في فيديو جديد من قناتكو ايجر بشان جيمورز وغلد معكم احمود بيبو حلقة جديدة والنهاردة هنكمل الحلقة بتاعة امبارح. امبارح نزلنا حلقة عن قسم البوليس في او بلاك بورت بوليس دي بارك منها. ولكن اتكلمنا على الفكرة العامة والمكان نفسه قتلنا الزومبز اللي موجودين. النهاردة هنتعمق جوه شوية. واحنا بنبدأ الفيديو بتاعنا بنفكركم به هدفنا ان شاء الله ان احنا نوصل لي خمس سلاف مشترك بمساعدتكم فاي حد بتفرج علينا مش دايس عزرام طبعا يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس. هنروح الى المكان. المكان طبعا التراستر ويمكن بعد ما تراستر انت تقدر تروح تلعبه تاني زيه زي اغلب الاماكن اللي موجودة في اللعبة. احنا يمكن في حاجات ما تكلمناش عنها المرة اللي فاتت او ما جبناش سلتها. هنركز عليها النهاردة وكمان هنشوف المكان التاني اللي انا قلتلكه هننزله لوحده. هنخش طبعا بما ان المكان التراستر هتلاول بما انت قفلت والناس كلها موجودة والزومبز كلهم موجودين وصحيين زي مكانه. هنبتدي نخش ونبتدي نشوف ايه الحاجات التانية اللي احنا ما تكلمناش عنه. تمام? اول حاجة احنا طبعا تكلمنا عن الريدر وتكلمنا عن ازاي تقدر تبدل معي. ولكن ما تكلمناش هنا عن الترمينال دي. الترمينال دي احنا قلنا ان هي بتطلع لنا جوائز وان انت بتحط كارت من الكروت هنا او من الكارتز اللي موجودة دي فينزل لك جايزة من الجوائز. ولكن زي ما انت شايفين فيه تلات اماكن تانية موجودين. دول بيتفتحوا مع الوقت. يعني تقدر تفتحهم. يعني تعالوا نفتح اول ما كان فيهم. هما الترمينال المتقسمين واحد اتنين تلاتة. دول التلاتة اللي احنا نقدر نحط فيهم نمبر افترايز زيرو اوف سري اهي تحت مكتوبة. يبقى نقدر نجرب تلات مرات او نحط تلات كروت. طيب لو جينا عندي الترمينال الرابعة وشغلناها. هي بتتكلف ايه زي ما انت شايفين كده ان احنا جايب الموارد بتاعتها كلها معايا فهنبتدي نحط الموارد كلها هندوس فيه لاب هينقل كل الموارد اللي معايا والموارد كلها موجودة. يعني آآ آآ الوايرينج الترانزيستور اللي موجود الرانش اللي هي بتربط بيها ده برضو موجود. هندوس خلاص الترمينال اللي اتصلحت. طب الترمينال اللي اتصلحت انا استفدت ايه? استفدت ان انا بقى عندي اربعة. اقدر احط اربع كروت. تمام? ايه ده? يعني انا كل واحدة بصلحها. بقدر احط كمان آآ. يعني انت تقدر تحط لحد ست كروت. ده اقصى حاجة. تمام? ولكن لازم تصلحهم الاول. طبعا الموارد مختلفة. عشان برضو نبقى عارفين الموارد نفسها مختلفة. الموارد بتاعت آآ اربعة غير بتاعت خمسة غير بتاعت ستة. ايه هما? تعالوا نبصوا عليهم برا هنا. ترمين الاربعة بتتكلف ايه? وده يمكن هنا كل واحدة بتتكلف ايه? اربعين بولت اشرين وارنج خمستاشر اتنين تلاتة يو اس بي. فاحنا ده كده كل واحدة دي ترمينال فور. بعد كده ترمينال فايف بتتكلف كزا. ترمينال سيكس بتتكلف كزا. يمكن ترمينال سيكس فيها. فدي يمكن ما كانتش موجودة في الاول. اعتقد ان هي دلوقتي بتاعت آآ تبقى آآ موجودة. تقالي شفتها. مش عارف اذا كانت نزلت ولا لأ. طبعا هنا شكلها قديم. دي يمكن الحاجات برضو بتاعة آآ اربعة. ودي يمكن بتاعت آآ ترمينال خمسة. طبعا هنا بالاشكال بتاعتهم عشان لو حد مش عارف الاسامي بتاعتهم ده يعني يبقى كده عملنا جايد متكامل آآ بارتمت مع الفيديو اللي فات. وده يمكن آخر آآ ترمينال ترمينال ستة ويمكن اللي هو تحت على الشمال ده آآ يمكن مش موجود لحد دلوقتي في اللعبة. فاحنا يعني هنقدر نصلح لحد آآ الخمسة. يعني احنا صلحنا كده ترمينال فور. هنقدر تصلح ترمينال فايف. ما عارفش برضو هلحد شايف تنجستين بار لان انا اللي انا عارفه انه هم مش موجود في اللعبة لحد تلوقتي. تمام? دول تقسيمة الكروت. واحنا يمكن اتكلمنا عن تقسيمة الكروت والاربع مستويات. تمام? هنستنى في اخر الفيديو ده كده هنحاول نبدل واحدة من كل نوع ونشوف ايه اللي موجود جوه كل كارت وايه جوه كل كارت ايه بيدينا آآ او كل كارت واحد بيدينا ايه من الموارد اللي جوه. طبعا هنخش هنا البتدي نقتل الزومبز العادي جدا زي ما شفنا في الفيديو بتاع امبارح. في حاجات يمكن مختلفة شوية. زي ايه? مثلا الفيديو بتاع امبارح اللي احنا نزلنا امبارح. وتكلمنا فيه عن آآ برضو نفس المكان. كان الباب ده مثلا مفتوح. هنا قال لك لو الله انا محتاج البرجلر. طبعا انا معي ليفل ون. الله طب يعني هي المكان بيختلف. اه المكان بيختلف. ممكن الباب ده يبقى مفتوح المرة. ممكن يبقى المرة التانية مقفول. طبعا لو حد معي كل الموارد او كل نفسها. تمام? هتبقى المكان مفتوح. او بمعنى اصح يعني ساعتها هتقدر تفتح كل الاماكن. تمام? هنا برضو حاجة تانية عشان يمكن موضحناهاش في الفيديو اللي فات. تمام? ان فيه هنا جوة الاوضة ويمكن هنشوفهم تاني هنشوفهم يمكن لما نخش جوة نلعب آآ جوة المكان المهمة بقى اللي جوة البلاك بورد ده اسمه زومبي. يعني ايه? يعني بينفجر. زي ما تشايفين كده هوا مرة واحدة بمطلع نار وفرقع. خلي بالكم ان انتوا لو وقفين في وسط الحتة اللي بينفجر فيها دي انتوا هتموتوا. فخلي بالكم من الحتة دي. طبعا احنا نقابلهم كتير جوة او جوة لما نخش بقى جوة نفسها. برضو حاجة تانية زي ما شفنا آآ هناك يمكن آآ في الحتة دي كان المرة اللي فاتت ده كان مقفول. كان محتاج آآ تلاتة. هنا بيتها لها ومحتاج واحد لان هي يمكن محطوط عليه الشريطة واحدة فتقدر تبقى عارف ان هي واحدة. برضو باب من الابوابة التانية ان احنا فتحناها المرة اللي فاتت اللي هو في اخر الكوريدور هنا او في اخر ده مثلا المرة اللي فاتت كان طالب تلاتة. ليفل تلاتة. هنا محتاجها ليفل وان وزي ما انتم شايفين احنا فكينا المكان وقدرنا نعدي. فالمقصود ايه? ان الاماكن هتختلف. آآ انت محتاج آآ باجل مسلا معينة ممكن تبقى آآ ليفل واحد تبقى ليفل تلاتة تبقى يعني توزيعكم بتختلف. والاماكن كمان بتختلف. ودي برضو حاجة لازم الناس تبقى عارفها. ليه? لان آآ انت مش هتقدر تحفظ طول ما انت مش معاك كل الانكانيات. هنا طبعا بما ان دي ليفل تسعة فخلينا نخلص منها. حاول دايما تخلص من الاسكليات آآ من اتنين او تلاتة عشان تقدر بعد كده تفتح آآ الاسكليات الصعبة او الاسكليات اللي موجودة. آآ الاسكليات الرير او اللي هي بتبقى نادرة شوية. هنا برضو آآ دي بتبقى مختلفة وبتبقى الموضوع عشوائي شوية. يمكن كان حد كم انت شفت ونزل قال لك هي ممكن تجي لك كزا او كزا او تجي لك كزا او كزا طبعا هي عشوائية جدا لان انت بتفتح اتنين بس في الاخر. انت مش عارف اللي انت اللي انت هتفتحهم ده هيكون في ايه. سعاد بيبقى فيهم اسلحة سعاد بيبقى فيهم آآ علاجات سعاد بيبقى في حاجات كتير. هنا يمكن اللي اتنين طلعوه يمكن نفس الحاجة اللي موجودة. تمام? يمكن كده احنا خلصنا الحتة اللي برة. وعشان برضو نشوف اخر حتة قبل ما ناخش بقى الحتة المهمة بتاعت او نفسها. احنا هنبدل هنا واحد من كل كارت. ونشوف ايه اللي موجود فيه كل كارت. لانا بس كده هنقسمهم. وناخد بس كارت واحد من آآ اول نوع. وهنبتدي نحط كارت من كل نوع. طبعا هنقدر نحط اربعة فهنقدر نحط الاربعة كود. تمام? هنحط اول واحد. نخرج برة كده فهتلاقوا البوكس بتاعه نازل. البوكس بتاعه يمكن زي ما انتم شايفين كده آآ آآ اللون بيفرق على حسب نوع الكارت نفسه. تمام? كل كارت بيبقى لونه على حسب شكل الصندوق اللي موجود. هنحط الاربعة وكده انا اتفتح لي اربع سنديق وكده خلصت هستنى لما المكان يتراستر تاني عشان هقدر افتاحه. طيب. هنا اول مكان زي ما انتم شايفين فيه سلاح علاج اكل آآ حبة موارد. تمام? ده اول نوع من انواع سنديق وده يمكن ده اسهل واحد واكتر واحد معنا. طيب. التاني طبعا احنا السنديق هنا آآ بيقى فيها خيارات. زي ما انتم شايفين كده فيها آآ بلو برينت موجود ليه سلاح فيها جزء من لبس فيها حبة موارد وفيه صندوق برضو فيه سلاح. تمام? وطبعا عندنا هنا الكابس والسلاح ده آآ غالبا بيكون ميلي وابن فا او سلاح يدوي ومعنا برضو سلاح يدوي تاني فنقدر ناخد كل الحاجات اللي موجودة. دول يمكن اقل اتنين. الاتنين التانيين حايلين جدا. ليه زي ما انتم شايفين اولا بلو برينت نادر موجود تقدر هنا مجازين تقدر تستخدمه. معاك سلاحين معاك طقم لبس كامل معاك برضو علاجات معاك حبة موارد ومعاك عشرة من الكوينات اللي موجودة او آآ بتاعة الحاجة الساعة دي. تمام? هلو جدا يعني لقينا سلاحين هنا موجودين. طيب. خلونا بس ندروح نفضي الاماكن اللي معنا عشان نقدر ناخد الحاجات اللي موجودة هنا في السنديق. طبعا ناخد بالنا ان الحاجات اللي موجودة هنا ما تسيبوهاش. حاجات اللي هنا بتتراستر مع المكان. فانت لو سيبت اي حاجة هنا الحاجة راحت. خلي بالكم الموضوع ده. هنا مش داي بونكر الفة مثلا اللي برة آآ تقدر تسيب في السنديق اللي فوق الارض لا. هنا مفيش سيب فوق ولا جوة ولا برة ولا فوق الارض ولا تحت الارض. هنا مفيش اي حاجة. دي هتاخد الموارد كلها. اخر صندوق بقى وهو وده يمكن اهم صندوق فيهم. زي ما انت شايفين اربع عنواع اسلحة نارية. فيه المود بتاعه. فيه طاقم السواد كامل. فيه علاقات وفيه خمستاشر هنا من الكوين. يعني طاقم هايل. هنا تستخدمه طبعا هنا نوابة المود موجود. وطاقم السواد كامل. عندنا تلت بنادق وعندنا كمان ميني اوزي فيه تعديلات. فيه موديفكيشن وفيه اتنين موديفكيشن. حلو قوي الكلام ده. طبعا الصندوق ده من السنديق الهيل. لكن انا خلصت الا اربعة بتوعي. فطبعا انا كده يعني خدت صندوق من كل السنديق وزي ما انت شفته كده يمكن عشان كده بيعتبر من اكتر الحاجات النادلة اللي موجودة. طبعا انا المود اللي فاتحه اصلا قريدي او الموجود ده. مش هقدر ابدله. هقدر ابدله زي ما شفنا كده من بونكر الفا. هبقى روح ابدله. يعني هنوضى بحاجتنا ونزبط حاجتنا طبعا هنا انا اه عشان معايا فقدر احط الحاجات فيه الصندوق بتاع الفي اي بي على طول. ولكن زي ما انت شايفين انا جالي كمية اسلحة من المكان حيلة جدا. ودي يمكن ميزة في لاص ديون ارس انك ما عندكش مشكلة في الاسلحة انت بتروح تلعب مكان حتى لو المكان صعب بيجي لك كمية اسلحة كبيرة يعني هنشوفنا البونكر بيجي لك اسلحة كبيرة بمجرد ما تاخدوا الكروت وتبدلها تمام. هنا برضو نفس القصة تجيب الانسبيكتور كارد بتبدل معاك يعني الواحد بالسهولة يقدر يبقى غني. طيب عشان برضو يبقى ده دليل شامل لآ بلاك بورد فهتعالوا نشوف كل كارت بيكون في ايه? سرجنت كارد وده يمكن اول نوع بيبقى فيه ست حاجات. يا اما حاجة من الفوق بس بولبات كليفر آآ كروبار آآ جولف كلاب اسلح من الاسلحة دي بعد كده فيه بندج ممكن يبقى اتنين يمكن يبقى تلكة فرست اكيد واحد او واتنين بحبة الحاجات التانية برضو الموارد اللي موجودة ممكن يبقى فيها آآ مش عارف ايه دي الحاجات اللي بتبقى موجودة بيبقى معاك من كل قلوب. وده يمكن اقل صندوق فيه. تاني واحد بتاعت او الملازم اللي موجود هنا بيبقى فيه اتنون شرح حاجة. وابن كريت وده يمكن شفناه بيبقى فيه آآ واحد من المدات العادية تمام? آآ ممكن يجي له تاكتيكال كاب تاكتيكال بادي ارمور تاكتيكال تراوزر تاكتيكال بوتس او حاجة من طاقم سوات. يعني على حسب برضو. ويمكن بقيت الموارد برضو توزعتها بيجي لك فيها سبلنجات يجي لك فيها كابس يجي لك فيها كل الكلام ده. ويمكن الكاب اللي بيطلع لك فيه اللوتانيت كارد ده بيبقى خمسة. وناخد بالنا ان في الاولين ما كانتش فيه. طيب ده كده بالنسبة دي اللوتانيت كارد. بالنسبة بقى للكابتن كارد وكابتن كارد طبعا من الحاجات الحلوة جدا زي ما انتشافين ممكن يطلع فيه آآ او آآ تاكتيكال كاب. طاقم تاكتيكال كله. حاجة من المدات اللي موجودة. آآ بيطلع لك فيه الامونيوم واري. ساعات يطلع لك الامونيوم بليت. ساعات يطلع لك آآ خمسة بوندج او اتنين فرست ايد كده. يعني ده تقريبا الحاجات كلها اللي بتطلع هو بيطلع لك فيه اربعتاشر حاجة من الموجودين. حاجة من كل صف. عشان الناس تبقى فاهمة. حاجة من كل صف. طبعا في حاجات مكتوبة هي لوحدها. يعني كده كده هيطلع لك. طيب. بالنسبة بقى لاخر صندوق فيهم. اخر صندوق فيهم اللي هو الانسبيكتور كارد زي ما انتشافين شايفين. ايه كي او 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 ميني اوزي. ايه حمكين ممكن طبعا زي ما شفنا كده انا اطلع لتلاتة شجن في التلاتة دول. طاقم سوات كامل طبعا نادر جدا. وحبة مورد تانية زي ما انتشافين فيه خمستاشر كاب فيه كاميرا ممكن يطلع لك تليفون ممكن يطلع لك فده يمكن اغلب الحاجات اللي موجودة او يمكن الحاجات بتبقى متوزعة من دول. طيب. كده احنا يمكن عشان زي ما قلنا احنا بنحاول نعمل دليل كامل. تعالوا بقى نروح الى اهم مكان جوه. البلاكبورد بوليس دبارتمينت وهو المكان اللي قدامنا ده. مكان اللي قدامنا ده يمكن نادر جدا وهو يمكن قريب يمكن كل العاب اللي بيبقى موجود فيها يمكن هنا انا حطت زي ما قلنا السندوقين دول نقدر نحط فيهم حاجتنا. تمام? هنبتدي اول طبعا احنا متعاونين على العاب ويمكن كل العاب بيبقى فيها مكان زي ده. بيبقى مجموعة من الموجات بتهجم عليك. طيب اول حاجة اظهر لي وخدت منه هنا واحدة من تمام? آآ آآ عفوا انا قلت ان احنا خدنا طيب متقسمة كده هي دي الموجات بتاعتنا. اتنين زمبي بعد كده اتنين زمبي وجيل برضى التالتة اتنين زمبي وزمبي اوفيسر وهكذا. تمام? حلو انك تبقى عارف كل هيجي لك فيها ايه? ويمكن ده بيتكرره ويمكن في اول آآ عشرة آآ من او عشر موجات من الموجات. الحاجات دي ما بتضيرش. يعني متقسمين. اول هيجي لك على طول اتنين زمبي اوفيسر. وهكذا. دول يمكن اول خمسة احنا هنحاول نرعب اول عشر. تمام? تعالوا نكمل آآ نروح الى آآ الويف التاني وناخد بنا ان الباب اتقفل وكتاب لي رقم واحد. فهنبتدي نخش نشغل اللي بعديها. تمام? زي ما شفنا هيجي لي اتنين زمبي آآ اوفيسر واحد جيل بارد. تمام? فتلعولي هم هم زي ما قلنا. الويف كده كده قولنا اول عشر ما بي يعني ما بيتغيروش. هم كده كده اللي هي. تمام? الوابن تكسر معي وده يمكن سهل ان احنا نعمله بسلاح يده وعادي جدا. هنبتدي بعد كده يمكن نستخدم الاسلحة النارية. اهم حاجة طبعا معنا علاجاتنا ومعنا اسلحتنا ومعنا دروع. زي ما انتو شايفين يمكن واخد طاقم للصوات اللي احنا اخدناه من هنا. يمكن في ناس كتير بيبقى ان احنا كنا بنلعب العاب آآ كتيرة لعينا اكتر من اللي هي بتصيرفايفل هنا زي مسلا وستراند دي كانت بتفكرنا هنا بالماطيقة هنا بتجارب ادايا الوادي. مسلا. برضو موجات وانت بتبتدي تقلص الموجة تشغل الموجة اللي بعدها وهكزا. تمام? في مسلا كان في آآ الشاكل في فروست بورن بتاعلي احنا ما كانش عندنا مكان زي ده كده في ويبس مش شاكل صراحة آآ فروست بورن كان فيها ولا لأ. ولكن اقصد ان الفكرة العامة كان بيبقى هي عبارة عن ان يجي لك آآ مجموعة من او مجموعة من الكائنات اللي موجودة وانت تقدر تبتدي تقتنهم واحد وراه التاني. طبعا هدف الكل رئيسي الكوردز اللي بتقع. يمكن في اول عشرة ويفز بيبقى صعب ان يجي لك حاجة غير السرجنت كورد. ساعات بقى يجي لك يعني لو انت حظر كويس يجي لك لوتانت كورد. طبعا انت هتخدهم تبدلهم من برا. مفيش مشكلة. يعني بتاني يخش على الموجة الرابعة. هنا يمكن ابتدى يزهر البراولر وناخد بالنا البراولر ده لخاصية. يمكن احنا مش فيناهش لحد دلوقتي. ولا جوة ولا برد. البراولر آآ هو يعني انا مش حايف نوع يعني هو بتقال على ايه يا زي هو المفروض انه مصارع او حاجة كده. بيضربوا ضربته مش خوية قوي. ولكن هو عنده خاصية ان هو ساعات بيقف يزعق يعمل برضو الموجة بتاعته كده اللي حوالين زي ما شفنا آآ آآ زومبي او آآ او مثلا الفلوتر بلوتر لما بينط كده ويقع على الارض. الدايرة الحمرة اللي بتطع عواليه ده. هو لو زعق وانت واقف وسط الدورة حمرة آآ بيجي لك بيحصل لك استن بيحصل لك زي تغدير وقتي. تمام? فتفضل واقف مكانك قطت ايدك على ودنك كده. مصاب شوية وبعد كده بتبتدي آآ تقدر تتحرك تاني. فطبعا ناخد بالنا من آآ براولر. ولكن اخطر حد موجود هنا. طبعا احنا هنا اللي احنا هنشغلها دي فورب ومجرد ما هندوس عليها تبقى فايف. يعني احنا خلصنا الموجة الرابعة خلاص. فهنبتدي نشغل ستارت هيبتدي يكتب لك آآ هنا دي الموجة الرابعة عفوا. تمام? لما فوق كده بنجارة ما خلصها يبقى كده دي الموجة الخامسة. هنا بقى اهو. ده اخطر شخصية موجودة. ليه? آآ لان انت لو اولا هو سريعة شوية. عم بقية القدرات بتاعة بقية الزومبيز. وكمان انت لو واقف في اي حتة يعني لو واقف جنبه زي ما هتبقى واقف بعيد. هت خلاص انت هتموت. طبعا اعتبر يعني بالنسبة لي هو من الاسل ان هو بطيء. ومعاد درع هو يمكن هنا الراجل حتى ما اقدرش يرفع الدرع يمكن دي ما كانش فيها اي حتى اي حاجة وزي ما انت شايفين كده هو فرقع. هو فرقع تماما. فانت هتموت. فانت خلاص. فناخد بالنا جدا من آآ آآ زومبي ده اللي موجود او آآ يعني افسر. تمام? هنا يمكن الموجات بقى اللي بعد كده ستة وسبعة وتمانية يمكن احنا شفنا اول خمس موجات هنا ستة وسبعة وتمانية ويمكن هنا هتبتدي الموضوع يتطور شوية. زي ما انت شايفين بقوا في خمسة بيهجموا. زومبي افسر وزومبي وزارمور وزومبي وبراولر وهنجري شومبر. تمام? وناخد طبعا هنجري شومبر احنا تكلمنا عليه قبل كده. هنجري شومبر في عنده مشكلة. هنجري شومبر لما بيضربك بيرجع صحته تاني. فناخد بالنا. هدفك الاساسي. انك تحاول على قد ما تقدر تتخلص. من واحد او اتنين في الاول. يعني حاول على قد ما تقدر ايه? انت هدفك هنا خلاص. انت احنا عرفنا ماشي زي ويمكن شايفين احنا السيكونس بيمشي زي انت بتلف في دوائر وتحاول ايه? تدرب. وطبعا يمكن في طريقة الناس بتوصل بيها احنا عارفين ان هم تسعة وتسعين اه او تسعة وتسعين موجة. تمام? اه في طريقة طبعا انك بتجيب ولكن طبعا مش في الاوائل. يعني انت هتعدي اول كم واحدة عادي. تمام? زي ما انتوا شايفين كده بالاسلحة اللي معنا. احنا بمجرد ما هيبتدوا يقلوا هنا عشان خمسة. فهدفنا ان احنا بمجرد ما هنقتل اتنين تلاتة خلاص الدنيا هتبقى اوضح. خصوصا مع الناس الكبيرة يعني انت الزومبي افسر ده نخلص منه بس. انجلي شونبرا يمكن مضروب شوية اهو. تمام? هدي هدفنا الاكسبلوس في زومبي ده ان هو ما يفرقعش فينا. بس اهم حاجة فاحنا نحاول على قد ما نقدر انه ما يزنقوكش يعني ما يزنقكش في جمع. لانه ممكن مرة واحدة يجي فرقع. اه فانت احاول على قد ما طيق يعني هنا هو. لو كانت انا جليت النحاة التانية كان فرقع فيه. تمام? خلاص هو فرقع مات شكرا ريحنا منه وقتلنا الاتنين التانيين خلاص بقى. تعالوا بقى نتسلى بدول. عندنا هنجر يشومبر لو ضربني هيهلسه هترجع. والبراولر ده اهم حاجة انه هو القدرة بتاعته اه ما يعملهاش لان هي هتدينا استن وخلينا هنا بقى خلاص نقتلهم هما الاتنين. تمام? اتناهم وناخد الحاجات الموجودة. فاحنا تمام هنا يمكن الاسلحة النارية هي اللي محتاجها ويمكن اه زي ما كنا بنقول في ناس عدت قوصة ان هي تقلص التسعة وتسين ويف. عن طريق ان هما بيجيب او اللغم الارضي. وبيجي يحطوا جنب الباب يفتح البوابة يفتح يدوس عليها بمقار ما بيطلعوا بيدوسوا على اللغم بيطلعوا كلهم وبعض تقوم فارعة فيهم اللغم كلهم ماتهم. طبعا هما بيستخدموهاش في الليفلات الاولينية. عشان بس نبقى عارفين. هما بيستخدموها في الليفلات اللي يمكن فوق ستين او اه فوق تمارين كمان. خلينا نكمل. احنا زي ما قلنا هنحاول نلعب اول عشرة من اه الويفز اللي موجودة او الموجوات اللي موجودة. وهنوريكوا ازاي تخرجوا منها. عشان برضو دي مشكلة لان لو تاخدوا بالكم. احنا الباب بتقفل. والباب ما بيتفتحش. يعني متفتكرش ان ان انت هتقلص وتمشي. ما فيش معلات. انت قاعد هنا لحد لما تخلص يت موتهم يتمت. من اخر. فام يمكن هي دي مشكلة المكان هنا.掰掰 شايفة ان هما هنا او اه الخاصية دي بتاعة البراولر. لو كنت انا وقفت فيها كان هيحصل لي استان او هيحصل ان هو اه 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 حيعن Bass مكاني آآ من كتر ما صوته عالي. تمام? هنا يمكن رايت زومبي رايت زومبي ده يا راجل ابن حلال جدا. طول ما هو منزل الدرع بتاعه كده قدر قتله. وانا مش عارف هو ليه ما بيرفعش الدرع بتاعه. مش عارف صراحة. هو سيبني قتله. يعني هو حتى ما استخدمش الدرع. شكرا. يعني مش عارف اقول له ايه صراحة. يعني حاجة كويسة جدا. الراجل يعني سيبني لحد لما قتله هو اخلص عليه خالص. تمام? طيب. هنا يمكن اللبس بتاعي قطع خلاص اللبس بتاعي كان قرب يعني بوز وانا ما دي اسف خدتش بالي. هنا برضو نقطة لازم ناخد بالنا منها. زي ما انتم شيفينا اللبس مفروض ان انا هقلع والبس لبس السودة. زي ما انا بعمل في الاسلحة لو الاسلحة هبوز معي هتحول على قد ما تقدر لان انت في وسط المعمعة وفي وسط الدنيا جوة لو السلاح اتقسر وانت معاكش سلاح ممكن تموت بسهولة. يعني ممكن وانت بتغير السلاح يجي يفرقع فيك. الهنجري اه سوري مش الهنجري شونبر لو زعق جنبك الدنيا هبوز. فانت لازم تاخد بالك. هنا هنا للاسف ما بيتش عارف هلاخد السوات. ما اخدش السوات. طب ااخد السلاح ده طبعا القوز ده اللي فيه موديفيكيشن. اه قد تستقديمه وسيب بقى السلاح ده كده كده هيبوز. نحاول اه نشوف اه نفككه او نشوف هنصلحه يمكن انا عايز اعمل حلقة عن التصليحة لان حد يمكن طلبها مني. فهنحاول نشوفها. اه هنا برضو فيه اتنين زومبي. تمام? فناخد بالنا لان هما اه هدفنا هنا ان هما ما يفرقوش فينا. فيه واحد يمكن اه فيه اتنين براولر. وفيه واحد اه افسر اه باللي هو لابس دروع. فبالنسبة لي بيقى صعب شوية. اللبس اطهار. وهي دي بقى النقطة. انا اللبس اطهار وانا اه ما ادلتش حد فيهم وهم بيدربوا وضرباتهم طبعا اه مؤسرة. على قد ما نقدر نحاول هنا اه طب حد يفرق من زومبي دول يعني فرق اعوه طيب اي حاجة اي مصلحة يعني هحاوله اتقله شوية. طبعا هنا اهم حاجة العلاجات لان زي ما انت شايفين كده العلاج لو انا معيش علاج كتير خلاص انا كان زماني موت من زمان هنحاول على قد ما نقدر نحاول يعني الموجة دي هتبقى صعبة شوية هتاخد وقت ولكن ان شاء الله نعدي منها. اه ما تخافوش. اهم حاجة من انت ما تخافش يعني انت حتى هنشوف في الاخر حتى لو مد انت مش خاصة حاجة. تمام? اهم حاجة بس انك تبقى شايل حاجتك اللي موجودة معاك في الدولاب. دي ما يعني ما بلاش تاخدها طبعا انا كان نفسي ان اه بلوسي في زومبي دول مفروض لما يفرقعوا يقصروا فيهم. يعني اعتقد ان هيك هتبقى اوقع شوية. هما زي ما بفرقعوا بيفرقعوا فيها هيموتوني. تمام? هنا هو. التاني. خلاص كده يمكن آآ فاضل لي. الزومبي افسر كده الاتنين اكسوبيز الزومبي وفرقعوا في خلاص خلصوني من اتنين فيهم. ودي خلينا هنا نقتل الزومبي افسر. واسع ما بقى ما تموت. ماشي. وفاضل لنا هنا كده بقى الاتنين براولر. دول نتسلى بيهم. يعني دولي لحد ما بطاق نقدر نجري منهم. ولكن يمكن انا جريتي هنا عشان مش لابس حزاء. فالموضوع مش مش سهل قوي وبجري منهم ممكن ما على الحقش ابعد عنهم. آآ طبعا هنا التبديل اللي ببدلها دي احنا عارفين ان القذي فيه نسبة آآ بتعمل مس او فيه آآ نسبة آآ ان الطلق يبعد عنه او آآ ما يقتلش او ما يضربش الزومبي اللي قدامي. فانا الحل ان انا ببدل ما بينه وما بين السلاح التاني اللي معايا. ابدل ما بينهم بحيس ان انا اقدر استخدم آآ اللي اتنين او اللي ما اجي استخدم من قوزي ما يبقاش آآ الضرر آآ بيحصل له مس كتير. تمام? كده يمكن احنا وقفنا هنا. ويعني فضنت قد شوية اللي هو بفكر. وانا هو عايز اخرج هعمل ايه? وهنا بقى السؤال المهم. انت اشتاقى في تخرج? زي ما قلت لكم كده انت هنا دخلت عارف آآ عندنا مسلا في مصر بيقول لك ايه دخول الحمام ازاي خروه. انت دخل. تخلش براختك. بس آآ طبعا هنا نكلت وعايز يدخل الحمام. خلناها نقف هنا جمي السور عشان ما حد تشوف. وآآ يعني برضو دخولك المكان هنا هتبتدي تلعب الويفز لحد لما تخلص. لحد لما تموت. يا اما تخلص التسعة وتسعين ويف. بنجارة ما تخلص التسعة وتسعين ويف فهيتفتح لك الباب ويقول لك اتكال على الله امشي. ده لو خلصته. انما انا راجل غالبان انا مش عرف خلصهم حتى بالاسلحة دي. احنا لسه بدري او. تمام? طيب. خلونا نلعب آآ موجة كمان ونشوف اللي طلعين فيها اتنين في آآ آآ وفيه براولر وفيه يمكن هنا الرايوت او الرايوت ده اللي هو بتاع عن ده اللي احنا هنا بيسموهم الامن مركزي آآ بيبقوا بتوال مظاهرات. اللي هو مسك الدرع بتاع المظاهرات ده عشان محدش يضر حاجة او محدش يعمل حاجة فهو الرايوت ده اللي هو آآ زي المظاهرة يعني ويمكن هنا مش عارف ليه والبراولر لازقين في بعض يعني انا مش فاهم. تحسهم لازقين في بعض اللي اتنين يعني ايه ما انا مش فاهم. هنا طبعا انا خبانا من زي ما قلت لكم هم يعني انا بالنسبة لي هم اخطر حاجة موجودة هنا. اخطر يمكن من البرولر. آآ حتى لو ساحق. آآ هنا انا مش فاهم انا مش فاهم انا بيضرب مني. والله. الاتنين لازقين في بعض انا مش فاهم. ايه ده يا جدعان? حد يقول لي. آآ لو زعق والصوت دخل عليك فانت بيحصل لك استنوا لكن هتقدر تجري هتقدر تفوق وتتحرك. انما آآ آآ لا يمكن هنا بعده اخينا عن بعض اوه. الحمد لله. عشان نقدر نقتلهم. وهنجري شومبر يمكن حركته بقت بطيقة شوية خلونا بقى ايه نتسلى على على يعني الصراحة هو عامليه معي واجب نلازينا. هو ما بيدافعش خالص. ما بيدافع معها ما فيش. هو بصه حتى ما رفعه في البتاعة. يعني يا عم طب اضربني بيه. يعني انا موافق اضربني بيه بس مش كده. الدرع اللي في ايدك ده مالوش لازمة. ماشي. المهم هنا يمكن خلان اهو اطلع لنا لوتانت كورت. فكده يبقى احنا استفادنا اهو اطلع لنا يمكن حداشر واحد اهور وهنا واحد منهم. الاتنين موجودين اللي بعد كده اللي هي تسعة وعشرة اتنين واحد براولر واحد واحد رايد زومبي دي يمكن الى حد ما آآ بتاعلي دي اللي احنا رعبناها بقى. او اللي هي هي. مش عارف. يمكن بتاعلي آآ مختلفة شوية وفي يمكن ويف عشرة اكس بلوسف زومبي آآ براولر واتنين وواحد رايد زومبي. طيب. طبعا احنا آآ في ايدينا ان احنا نقعد لنعب لحد لما ايه ننتهي. من الموجات او نوصل لموجة هيبقى صعبة علينا فاحنا نموت. ويمكن ده اللي انا بصح به الناس. اهم حاجة انك بس آآ طول ما انت معاك لبس ومعاك الحاجة انت رايح هناك من تارجت انك تاخد اكبر عدد من الكروت. فهو ده هدفك. في الاساس جمع كمية الكروت الكبيرة وخلاص. كده كده انت هتستمر لحد لما آآ تخلص. هنا يمكن آآ دي آآ اعتقد دي الموجة لعشرة. اللي بيكون فيها اتنين هنجري شومبر اهم. تمام? وفيها يمكن واحد آآ اكسبلوسف زومبي واحد براولر واحد من الريوت. تمام? طبعا برضو انتوا تقدروا توقفوا الفيديو وتاخدوا سكنين شوت او تعرفوهم. يمكن هم موجودين على عشان كده بقولك هو اختر واحد. لو انا وقفت تسانية كمان ما اتحركتش كان فارعة في ايه. فيمكن عشان كده انا هم اصعب ناس موجودة هنا. آآ الهنجري شومبر حتى آآ حتى لو بيتعالجوا ولكن سهل انك تقتله. حتى لو هو بيضربك وابتدى يتعالج فانت تقدر توقف تضربه. ضربتك دايما بتكون اقوى. آآ بحاول انا ابدل ما بين الميني اوزي اللي معايا والجلوك اللي معايا بحيث ان انا برضو زي ما قلت لكم اللي بيبقى في الميني اوزي والام سكستين بيقى فيهم نسبة ميس كتير. فانت آآ انك تقدر تراستر الميس بتاعك وبعد كم طلقة بيبتدي يفقد الحساب بتاعته. فانت كل اللي بتعمل انك بتبدل للجلوك. تضرب بيه طلقتين وبترجع تاني الى الى السلاح التاني اللي معاك. اللي بيمس وتقدر هنا زي ما انتوا شايفين. راية زومبي اي لكم عامل معايا واجب جامد جدا ما بيدفعش. يعني الراجل كتر خيره داخل بيلف زي ما انتوا شايفينه وبطيء وحاجة يعني نيلة. ما فيه. شكرا يا عمي. ماسي. كده احنا انك خلصنا اول عشر موجات في الويفز اللي موجودة فيه. طيب. لو انا عايز اخرج انا لعيبت عشر موجاتي عمي وشكرا انا مش عايز حاجة اكتر من كده. انا خدت لي حبة. هروح ابدلهم وروح اخد السندين اللي موجودة بخلص. هعمل ايه? اخرج ازاي ما انا الباب مقفول علي. طب حد يفتح لي. اخبط حد يفتح لي. لا ما فيش. طب اروح عند البتاع دي. لو روحت عند البتاع هيقول لك لا انت لازم تخرج. اه او يعني هيقول لك لا افتح الويفز اللي بعديها. فما فيش مكان. هنقف نلعب باسكت ما فيش برضو. فما لهاش مكان انك تخرج منها غير انك اه تمامل نفسك. بالاخر. هتعمل ايه? كل اللي هتعمله. يعني عشان تخرج من المكان. هتقلع كل لبسك. طبعا لو دوسنا هنا هيبتدي كمل الويفز عادي. لو انت عايز تخرج. طبعا لو انت اسلحتك خلصت مسلا ومعاكش اسلحة في يعني هتخرج ليه دي في مليون حاجة. كل اللي هتعمله انك هتقلع لبسك وهتسيب اسلحتك. تمام? وآآ تركينهم هنا في صندوق من السنة دي وكمان دي الشنطة. وانا يعني الشنطة بالنسبة لي مهمة جدا. معيش يمكن لغير شنطتين او تلاتة منها. فيعني ايه مهمة. ونبدأ الويف. طبعا احنا نبدأ الويف من غير سلاح كده طب هاتو هاتو سلاح ندفع بيه. طبعا دا لو انا اسلحة خلصت يعني انا بقول لكم برضو انا ممكن اكمل. ولكن انا مش عايز اكمل. عشان الفيديو برضو ما نتواضش قوي احنا داخلين في نصف ساعة هون. فحيقول اللي هعمله هنبدأ الويف الجاية. الويف رقم حداشر. ناخد بالنا بقى ان الويف بعد كده هنا كام واحد زي ما انتم شايفين كده. هم آآ خمسة. ولكن بيطلعوا عشوائي. يعني الخمسة اللي هطلع عشوائي طبعا انا هموت بسرعة ومش هاخد وقت كتير معاهم يعني. لان انا كمان معيش علاجات فانا مش هلها علي نفسي. هيطلع من من حداشر لعشرين هيطلع خمسة. من عشرين لاربعين هيطلع ستة. من آآ بيقولوا من اربعين لستين هيطلع سبعة ومعرفش بعد الستين ايه. يعني معرفش. طبعا هنا انا ممكن اعمل ولكن انا هدوس وارجع تاني في البيت بتاعي. هنا يمكن الحاجات بتاعتي انا قلتها. نقدر ناخدها نبتل نوزعها. ولكن انا هدفي هنا مش هل نريكم التوزيع اكيد. هنرجع تاني الى البوليس عشان اشوف الحاجات بتاعتي. هل الحاجات بتاعتي راحت طبعا لو مكان تتراستر خلي بالكم المكان تتراستر كل اللي جوة طار. فخلي بالكم جدا. المكان ما يتراسترش اول ما تطلع ايطلع يجري اخد حاجتك من هناك. هنا طبعا زي ما انتم شايفين. آآ لو حبيت عيد تاني هحتاج السيركت. تمام? هي الشانطة راحت فين? اه انا قلبي واقع في رجلية. قلت الشانطة راحت. ماشي? طبعا هنا هنرجع ناخد حاجتنا عادي جدا ونلبس بقى اللبس بتاعنا عادي وناخد اسلحتنا وناخد كل الحالات بتاعتنا. وكده يمكن احنا خلصنا دي الطريقة انك تهرب في حالة ان انت اسلحة خاصة او ان انت مش عايز تعدى اكتر من آآ آآ عشر ويفز الاولين. هنحاول في يوم كده من الايام. اعتقد في الفيديو ده هنعمله لكم اكيد. هنحاول نعدي اكبر عدد من الويبس ناخد بقى كمية اسلحة كبيرة ومعاني اسلحة كتير ويمكن هنا الجسة بتاعت اي ميتة او حتى السلاح بتاعي موجود. والله كويس. شكرا ده رجالة. السلاح حتى بتاعي ما ماتش. كده يمكن كان آآ الفيديو ده بيتاقلي كان امتع شوية من الفيديو اللي فات عشان شفنا اكتر حاجات كتير في بوليس دبارتمنت آآ او بلاك بورت بوليس دبارتمنت. آآ ده مع الفيديو اللي قابليه او الفيديو بتاعي مبارك هاختركوا برضو في اخر آآ الفيديو ده بحيث انك تقدر تشوف الاتنين التوزيع بتاعتهم وازاي تقدر تعدي الاتنين. استنونا ان شاء الله في الفيديوهات الجاي من لاص ديون ارس وقولولي انتم محتاجين ايه? لو في آآ اماكن معينة برضو زي ما كنتو صالبين متهلأ وفي اماكن معينة طبعا انتم عايزينها او عايزين نتكلم عنها اكتر او نعمل عنها جايد كده زي ده كده ولولي عليها واحنا بنقفل الفيديو بتاعنا بنتفكركم هدفنا ان شاء الله ان احنا وصل لي خمس تلاف مشترك بمساعدكم فاي حد بتفرج علينا مش دايس عزرام طبعا يدوس عليه وكمان فاعد زرار الجرس واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية من قناتكم اجيبشن جيمارزولد.